مرحبا بكم معاكم امسي ممكن ما كان عندنا حلقة الاخبار كانت كثيرة الاحصائيات قامت تتغير والكلام الكثير واستجوابات ومجلس امه وقراراتي ديدة يومين ترى ما شاء الله كثير من الحديث اللي اليوم كان عندنا انا قبل شم يوم كنت قاعدة تساءل وياكم على موضوع والله تمون صج اشتكت لكم والله يا جمال ما يتعلمنا كل يوم كل يوم كل يوم حتى اليوم ما شوف محمد عز مخرجنا يقول لي وينك يوم واحد قبل شم يوم كنا نتكلم على الرقم ليش عدد الكويتيين والزيادة وهالامور وشذي وكذا اليوم وانا طالع من مجمع ثري سيكستي ساعة ثلاث الظهر تغريبا وانا رايح للمكتب الشارع واقف ما يقارب ساعة لاربع واقف تماما واقف رحيل البعض يقول لي ان الناس طالعة وعندها شغل وشذي وكذا ممكن بس انا اللي استغرب منه ان ماكو شي فاتح يعني المجمعات مفاتحة نحن واحد يطلع يقول انت ش عندك بثري سيكستي الاستيديو بثري سيكستي كان مجمعات مفاتحة المطاعم يعني وانت طالع رايح صوب صوب الديرة ما في هناك يعني على الشارع ما في مطاعم دول مطاعم واقفة ودشة دول مطاعم والامور ما في مجمعات قلنا ما في اسوقة ما في زينها العالم هذي كلها اللي برا شا تسوي اوكي قلنا اول اسبوع اول يومين ثلاثة العالم من حضر كلي ويعني فيها قمت وفيها الامر بس لا الوضع اكا شوف الوضع صار عادي وانا يمكن قلت كلمة وممكن امس كان فيه يعني حديث ونقاش مع اخوي والدكتور عبدالله السند يعني قاعد بادل اطراف الحديث فقلت انا اتوقع ان المجتمع او البعض من المجتمع صار الوضع عنده عادي يعني ما قام اليوم هذا الوعي اللي احنا كنا نشوفه قبل ما كان فيه ادراك بعدين ييني دشينا في مرحلة كان الوضع عندنا لا كانت الحالم تحاتي وتدير بالها وهالامور يعني انا حتى اشوف ان عملية الناس اللي قامت تمشي بالشارع وشدي صار عدد كبير رجع الوضع مرة ثانية ما ادري هل هو ملل او الناس صار عندها ان انا يلا اش بيصير بيحوش نكروا انا خلي حوش نكروا انا وخلاص نايا ما ادري شو اللي قام يصير عند العالم يعني انا هذا الفكر يخرقني يعني خوفني اليوم راح اطلكم بعد اليوم على موضوع مسيح الصباح السالم اه وهذا الامر ما نبي نوصل الى مرحلة مثل ما اننا قاعد نشوف في بعض الدول النزول اللي احنا فرحنا فيه واستانسنا فيه وقاعد نشوف الارقام كل مهلا بنزول وعدد اكثر قاعد ينزل ما نبي نشوف شيء عكسي يعني اعتقد انه راح يكون الامر صعب علينا ان احنا راح نتقبل الامر العكسي واعتقد انه كلام الدكتور باصل كان واضح جدا يعني في قبل انتقال الى المراحل قال كلمة جدا مهمة قال هي يعني هي مشاركة ما بين القرارات وما بين التنفيذ من الشعب وانتو اليوم اذا انت وما تتعاونون اذا احنا ما وصلنا الى حال وهذا امر مهم جدا لازم تعرفونا انه اذا ما في تعاون اليوم معناتها مراحة تدري شوف لازم تعرف جزء وايد مهم وخلنا نتكلم يعني بصراحة مثل ما انا تكلمت على موضوع الصالونات خلنا نكون شوية شفافين مع بعض ما لداعي نطلع ونسوي يعني ديكورات بالاعلام واحنا المثاليا لا خلنا نحنا انا احب البرامج الواقعية اللي تلتمس الواقع اللي احنا نعيشه اليوم المطاعم المشابيس ويعني مجبوس ديائي مجبوس لحم وربيان وشذي وكذا و يعني بالمناسبة وانا اياي بالطريج واحد سألني سؤال خلوش سؤال والله يعني قال لي وين السمش الكويتي قعدت شوي افكر صج وين السمش الكويتي فقلنا باشرة بناخد لنا شم واحد ونا الحداقة نشوف شنو موضوع السمش هذا اللي موجود هذا موضوع ديد راح نشوف عنده شفي وين يا معاود وين الكويتيين هم بعد ترى اشتاقوا حق الميد وتحط الحديدة وتشم الريحة بالفريج مافي ايه فيه بس بالتليفون تدق على هذا ودق على هذا ودق على ليش مافي السؤال هني قاعد دسل احنا ليش باشر راح ندش بتفاصيل الموضوع هذا كله المهمة بيرجع حق النقطة الرئيسية ان اليوم المطائم اللي تبيع مشابيس وشذي وكذا وهذا جربوا يعني خللكم يعني تجربون اليوم حاولوا تدقوا عليهم الظهر ندقوا لكم على مطعم تعرفونه تعاملون يوم الظهر تدقوا عليه الظهر ساعة 12 ونص واحدة يقول لها نبي ثلاث صواني شوف شي يقول لك يقول لك ما انتر والله الطلبات ما شاء الله عندهم لا يعني بالمنطق لما نتكلم مو معقولة واحد مع عياله ثلاثة اربعة قاعدين بيت بيطلب لأربعة صواني مستحيل فاذا الغدوات رجعت مرة ثانية الغد رجع مرة ثانية اليمعات رجعت مرة ثانية الآن واحد يقول لي بالليل اقول لك بالليل ما يعني قليل اكو قليل اللي يطلعون مثلا من بيوتهم ساعة خمس يروحون هناك ينامون لي ثاني يوم قليل بس تقول لي الغد لا اقول لك ما شاء الله العالم مجابلة وايد شباب لا لا عوائل مو بس شاء عوائل عوائل ومثل ما انا عرف عوائل انتوا بعد عارفون عوائل بس انا السؤال اللي قلق اعسألكم يا ابي ارجعكم حق الذاكرة للموضوع اللي صار في الولد اللي راحش عليه معه ربعة وما كان فيه شيء ومرة واحدة اه ارجعوا واحد وعشرين واحد في البيت كلهم راحوا وقعدوا يبتشون على يدتهم وعلى يدهم لانه مكبار في العمر وصار فيهم هذا كله انتوا تمون توصلوا نفسكم الى هذا الامر هذا امر يرجع لكم هذا قرار يعني يرجع لكم ما يرجع حق احد انت واليوم تمون تبتشون بيوتكم واحد اليوم يشافني يقول لي صالح اليوم بتحط المسج مع الصالونات قلت لأي اليوم بحضة انتوا تمون تدخلون الصالونات امر يرجع لكم يعني صراحة انا ناشت معالي وزير الصحة وحقيقة اني ممكن نكلموني مجموعة من الاخوان في وزارة الصحة وكان كلامهم مقنع يعني اذا الواحد اهوه مو خايف وفاج بيته ما في احد اليوم يعني يعني ليش تمون قانون يمنع انك تفتح باب البيت مو صح اكو شي اسمه وعي انت ما تبي كيفك شي يراجع لك قالوا لك تبي تروح الجمعية تبي تشتري البس الكمام البس مش عارف ايش اخذ امورك لما ترجع افسخ ملاصك لا تسلم على عيالك انت ما تبي تسوي الاجراءات ش تسوي الحكومة يعني ش تسوي يعني هذا الموضوع اللي احنا لاب اليوم ندردش فيه شوية ونحتاج منكم ساعة صدم نتكلم تل ما نقول فيه غلط على التربية مبروك وزير التربية تجديد الثقة ونقول غطأ اهني وخطأ اهني وخطأ اهني ايضا فيه خطأ على المجتمع لازم نسلط عليه الضوء نبدأ حلقة اليوم ان شاء الله عندنا تقارير خير من الله عباح صايف زارة الصحة ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعني 37000 الحالات الآن لتتلقى العلاج هي 8449 من أصل 36000 من أصل 37000 احنا اليوم عندنا اللي يتلقون العلاج فقط وهم 8449 يعني معناتها عندنا عدد الشفاء 6 مرات دبل الرقم اللي هو يتلقى العلاج اللي هو 28206 حالات الوفاة الله يرحمه ويرحم أمواتكم 5 حالات وفاة اجمالي حالات الوفاة 303 حالات المسحات اللي تمت خلال 24 ساعة هي 12755 اجمالي الفحوصات اللي تمت هي 340142 اجمالي حالات العلاج المركزة رجعت تسعد مرة ثانية الله يشافيه ويشافيه مرضاكم وهم 194 حالة جميع الحالات هي مخالطة وبعضهم يتلقى يعني التقصي الوبائي ما زال الرقم مرة ثانية الكلام المقدمة اللي أنا قلت المقدمة ليش قاعد تتكلم في الكلام هذا وليش اليوم تقولها الكلام هذا هذا الكلام لما تي تقوله لأنك أنت إنسان مسؤول فلازم تقول الواقع اللي موجود اليوم في الكويت عدد المواطنين اليوم 264 حالة 85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية 38 لمقيمين من الجنسية المصرية 32 لمقيمين من الجنسية البنجراديشية وباقي الحالات اليوم عندنا المصابين حسب المناطق الصحية 168 في الأحمدي 131 بالفروانية 101 الجهرة 89 حولي الصحية 38 العاصمة الصحية أعلى المناطق السكنية 29 في المهبولة 22 الفروانية 21 في حيحيل و20 صباح السالم 18 المنقف 16 سالمية أنا اليوم هذا الكلام اللي أنا قاعد يقول لكم ياه وهذا واقع الأرقام اللي موجودة عندكم ياها وخلونا نحسبها ببسيطة شذي نحسبها بالأرقام عندنا عدد الإصابات 500 و27 نبي نشيل منهم إحنا 200 و46 يعني عندنا بالضط 200 و3 بالضط يعني فرق واحد نص إلا واحد كويتين 527 الكويتين منهم 264 شكذر بقى منهم بقى منهم 263 يعني تتخيل 263 جميع الجنسيات 264 بس كويتيين إذن أنت النص اليوم إذن في مخالطة أم لا في مخالطة أنا أسمعكم وراء التلفزيون تقولون هنا عم في مخالطة وإحنا اليوم ضعشين على إعطاء المرحلة الثانية وإحنا ما شاء الله علينا أمس وأول تامس قاعدين وبتويتر ونكتب ويلا قرار عبد الوزراء ومتى وملينا ومتى المرحلة الثانية وواحد وعشرين يلجعوا المجمعات ما عندك مشكلة ما عندك راح يتشوف المرحلة الثانية ادمجوا المرحلتين الثانية والثالثة بس شنو ما ادمجوا ادمجوا الأنشطة ما بينهم راح يدمجوا لهم ما عندك مشكلة راح ترجع وتروح المجمع حبيبي تتمشى بالمجمع وتروح تشتري أغراض وتشذيه وكذا وكذا راح تشير بس أخوة الموضوع لازم نعرفه ولازم نكون واقعيين اليوم لا تحمل الناس خطائك أنت لا تحمل الناس عدم اهتمامك اليوم لم أنا بعطيك مثال بسيط وادش على موضوع التغارير اني أنا عندي اياهم شنو عندنا تغرير الحين احمد الحين راح نتكلم عن قرارات مجلس وزارة بس أنا خلنا نتكلم اوشي على القرارات وعدين ارجع على الموضوع المثال اللي بغير اعطيك اياه عطنا قرارات مجلس الوزارة اللي كانت امس موجودة يوم الاثنين قرر مجلس الوزارة تكليف المؤسسة العامة لرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجات المعنية لسرعة اتخاذ الجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة المرحلية المرحلية والدائمة لمعارضة مشكلة الازدحان المروري في المواقع الجنوبية لمبنى مجمع الوزارات الكائن بمنطقة المرقاب مجمع الوزارات حدث ولا حرج والمواقف فتجوه وشاله وشوه وكذا وكذا فهني في صفة الاستعجال لازم يخلصون هذا الموضوع وهذا الكلام احنا قلناه من زنين ولازم بسرعة يعني انا وجهة نظرين يعني احطوكم اكثر من مكان اكثر من مكان مجمع الوزارات مكان واحد والله مصيبة ايضا كعندهم تكليف الهيئة العامة للقوة العاملة بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية وزارة وزارة داخلية وزارة الخارجية وزارة المالية لتحديد قيمة تكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفة قانون الاقامات والذي تم اجلاؤهم من مراكز العيواء مع التزام اصحاب العمل بدفع قيمة تذكرة السفر تلك العمالة الله يعني انا هذا قرار اشوف فهذا افضل قرار جميل طلع لازم انت اليوم يايبة انت تتحمل تذكرة ليش الدولة الدولة اليوم ترى لما تدفع قعد تدفع من وين من فلوس الشعب ليش تدفع اليوم ليش الدولة تكلف انت عندك شركة وخليتها يخالف تحمل تذكرته يا اخي احنا اللي علينا نسفرنا ودينا انت تحمل تذكرته ليش الدولة تحمل تذكرته اعتماد الان الارشاد الارشادات الخاصة بيعادة تفتح انشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجية الحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء في خطة حطوها وراح يعرضونها ان شاء الله المراحل طاشر راح تكلم تفصيلي عن المراحل على امورها واشلون ردت المرحلتين مع بعض الثالثة والرابعة والانشطة اللي راح تكون اه موجودة وانا يمكن اليوم لاحظت وحنا كنا في المجمع ما شاء الله قاعد الاحظ ان الاستكارات والامور التوعوية والاشياء اللي قاعدين حطونها شيء جميل يعني وايد وايد صراحة شيء مرتب القرار بعد ايضا كان عندهم الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط والخاصة بالانشطة الرياضية مع ابتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الانشطة وفقا لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية هذه كانت ابرز القرارات اللي كانت امس موجودة على مجلس الوزراء واللي تمت اليوم قاعد نتكلم فيها شوف انا اجبني شيء وانا هذا اللي قاعد اقول لك لما تيطبق القانون وانا بقولها مكانين انا رحت عيادة اسنان حق ولدي بالليل تصدق انه يعني انا كنت حاط الكمام ولابس الكمام ودشينها انا وامد لابسي الكمامات الله العظيم انا ما سويت بس لان تدني احنا مو متعودين على الكمام فانا نضايق منه فعلى ما يا دور احمد وشذي وكذا وهذا فانا الكمام حاطة شذي على ويهي وهو قاعد يسولف خلص احمد شذي فمن ضمن الحج شانا سوي بالكمام انا شذي بس شوي يعني افا شذي بس شانا يقول لي لو سمحت على طول لو سمحت ارفع الكمام قلت لي بس قال لي لو سمحت قانون قانون مثل ما انت اليوم تخاف على صحتك احنا نخاف على صحتنا اليوم تبي تكون داخل العيادة التزم في هذه الشروط وقسما بالله ويت عجبني الموضوع واحترمت الرأي هذا جدا جميل ان اليوم ما مو لاني انا يا يا بيت تفع فلوس لا خل ما خل لا 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 قال لي على طول رفع الكمام قال لي رجاء لا تحرجني وترى المكان كله في كاميرات ولا تحرجني في هذا الموضوع هذا شيء 100% ولازم نتقبله مستقبل لما تقلعون الاذاعة نفس العملية لبنين دش احنا مجمع 364 كل يوم يعرفونا كل السيكوريتي كلهم يعرفونا بس ما تدش الباب اذا ماسك الكمام بيدك يعيداش وماسك الكمام وسوي فيه شدي ما تدش ما تدش تلبس الكمام والدش ليه فوق تصعد تخلص دش للستيديو تفسخ بالستيديو اشكرتك بس طالما انك تبدش وهذا هذا المفروض اليوم انتو تهيئون عليه وتتكلمون عليه باتشر هذي المشاكل راح تبلش يوم لحد منقلنهم وادخرون وما حطوا كمام خلاص قلنا اخذ كمام وياك ورجع عطمة ديوان خدمة المدنية بعد قرارات مجلس الوزراء كان هذا القرار فاحمد ياريت تقرار ليال ان الخط كلش يعني صغير هو كان يتكلم عن الاجراءات التنفيذية عشان عودة الدوامات يعني مرة ثانية هذه اجراءات العودة للعمل هذه قرارات بجلس ديوان خدمة لازم الموظفين والوزارات التزمون في اصدار القرارات عن ساعات توام العمل لا يسمح لغير الواردة اسمائهم في الجدول ان يكونوا موجودين عدم الاختراض بالحد الاخصى المطلوب عدم الاخلال في التعينات هذا موجود كل وكل الوزارات وانا هذه الكلمة اكررها للمرة المليون وانا ارجع اقولها للمرة الالف يا اخوان يا الوزارات اللي قاعد داومون واللي داشين واحنا اليوم يوم الثلاثة وانت وتبون تخلون العالم تداوم يوم للاحد بنسبة اقل من ثلاثين في المية يا جماعة لازم اليوم في لوحات ارشادية ما يصير يا جماعة محلات الاستكارات موجودة والاستكارات موجودة يا جماعة طبعوا القرارات وحطوها على البيبان قاعد اقول لك روح وشوف اليوم بعض المجمعات شنو قاعد تسوي انا قاعد اقول لك ياها روح شوف الاخوان ذي كمرة حطينا في مستشفى السيف شوف شلون حطين اللوحة وحطين البروشرات وحطين يا اخي انا مو مجبور اليوم كل واحد عبي عندي انا لو سمح خليك مترين ما عليك امر وقف ذاك يصوب اخوي لا مانا داعي يا جماعة في رشادات عامة في هذي قد لكم ياها باشر انا صور لكم باشر راح اصور لهم وحط لكم يا امني باشر شوف بالارض حطين دوائر المسافات بينهم لما تبدش الباب شنو موجود باشر انا اصور لكم يا وبعدين معاملت خلاص ما نداعي راجع فانت واليوم بالوزارات هذا دوركم انما ترجعون لي على قبل 60 سنة ورقة اي فور كاتب عليها بخط تيدك يمنع دخول ما شنو خلاص خلاص يا جماعة بس خلاص نحن خلنا نشوف هذا القرار للاخوان في هيئة الاعاقة هيئة العامة للشؤون ذوي الاعاقة اعفاء الموظفين الموظف المعاق ومن يرعى معاق عن العمل بمرحلة القادمة قرار واضح وهذا قرار جميل جدا وكان يرتبط بقرار وانا اتمنى باشر يمكن بعض الاخوان سألوني على المرضى انا اتذكر قرار مجلس اللي هي اقل من 30% وقل من 50% هذه المرحلة اهموا حطة وحتى الامراض المزمنة واللي يمتلكون التقارير فانتوا لازم يتراعون هذا الامر يا جماعة وبعدين الناس اللي تقولك والله انا اداوم وانا ما داوم ترى انتوا اليوم صار لكم اربع تشهر ممداومين ثلاث تشهر ممداومين فانا اليوم ابي اتكلم في هذا الجزء خلاص اليوم انتوا ستة سبعة هذي الثلاثة اليوم هم اللي راح اا يعني يداومون شون احمد اوكي هذا الكلام اللي انا كنت قاعد يقولكم يا وهذا الموضوع المهم في هذا الامر اليوم لما انتوا اتيون ترجعون ثلاث اشخاص مو معقولة بعد حتى ثلاث اشخاص وباليوم واحد فيكم يداوم ما تملتزمون بدواماتكم لأ احنا اليوم داشينا مرحلة وهذا الكلام اللي انا كنت اقوله من قبل وهذا الكلام اللي لازم الكل يسمع لازم الكل يسمع صارت موجة وقامت ودنيا وتويتر وعفسة والحين راح احط لكم خبر اضافة الى الاخبار اللي كانت موجودة اليوم انت وبالذات انا اليوم اتكلم على الكويتيين اليوم انت واليوم لم تلتزمون دواماتكم اليوم لازم اليوم دواماتكم تلتزمون فيها مثل ما كنتوا قبل تتكلمون ان احنا وتوظيف وما توظيف صارت هذه الموجة وما في فرصة قاموا الاخوان في البلدية وطلعوا قرار وتم تفنيش مجموعة من العالم وسياسة التكويت الاخوان وزير النفط نفس العملية طلع الاخوان في وزارة الكهرباء اعتقدت انهم ميان باشر وعقب باشر راح تطرعونه اليوم الوزير الان الفارس طلعت ايضا قرار بجدول زمني هذا هو انهاء خدمات ثلاثين في المية من الوزارة هذا القرار واضح وبناء على يرجى تفاصيل باتخاذ الجلعات القانونية اللازمة تنفيذ خطة التكويت خطة التكويت مراحل خطة تنهاء العقود ووظفي المؤسسة العامة من غير الكويتين المرحلة الاولى مرحلة الثانية مرحلة الثالثة المرحلة بما لا يقل عن ثلاثة ثلاثين في المية فترة اندار تبدأ من واحد سبعة عشرين عشرين واحد سبعة يعني ما تهلت تشير هذا يكون بره العمل بما لا يقل المرحلة الثانية من بما لا يقل عن ثلاثة ثلاثين في المية تبدأ من واحد اهدعش يعني واحد اهدعش سلم كتابة عنده فترة سماح ثلاث تشير حلو والفترة الاخيرة العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتين فترة الاندار تبدأ من واحد اربعة الفين وواحد وعشرين وقف لي هذا الكتاب شوية اللي يبي يشتغل ويبي يسوي هذا الكلام حق جدول زمني هذا تصريح عام وكويتيين ويبي هذا سنين تكويت وخطة تكويت ويبي نكوّد حبيبي تبي تكوّد حط لي خطة حط لي خطة واطلع في تاريخ واحد سبعة وقول اننا احنا اليوم تم استلام عقود الناس هذه وهذولا ثلاثة ثلاثين في المية تم الاستغلام منهم معناتا انت اليوم في الاسكان راح تفتح مجال للتوظيف حق ثلاثة ثلاثين في المية من الكويتيين واضح هذا الاسم يكون واضح انما الكلام اللي احنا قاعد نقرام في الجرائد افلان وفلنتان هذا ما نبي شبعنا ملينا منه خلاص تصليحات وعلام ما نبي خلاص ملوا والله العالم ملوا يا اما اليوم ليه الحين قاعدين بالبيت الاهالة قاعدين بالبيت يا اما تسوي خطة زمنية خلاص واحد سبعة اوكي اني واحد دعش دكتورة رنة معاني الوزيرة ها ها هاي الثلاثة ثلاثين في المية هذا دور منه هذا مو دوريانا هاي دور مجلس الامة اليوم دوره اليوم يراقب هالموضوح هذا اتخاذ الجرائد القانونية لازمة انها عقود الموظفين غير كويتي الواردة اسمائهم في الكشف المرفق مرحلة اولى على ان يصدر قرار انهاء خدماتهم من موعد اقصاء خمستعش يونيو الفين وعشرين ثانيا تزويدهم بقوام تزويدنا بقوام اسماء الموظفين غير كويتين تمهيلا لاتخاذ الجرائد القانونية اللازمة لانهاء خدماتهم تفعيلا للمرحلة الثانية والضاردة في موعد اقصاء اسبوعين من الان من الحين دكتورة رنة شو تقول الحين عطوني بعد اسبوعين اليوم تاريخ شم اليوم تاريخ ستعش بعد اسبوعين يعني تاريخ نهاية الشهر تسلموني يكونوا شوفات مارة شنو مالوت واحد اهدعش مالوت واحد اربع عطوني اياهم علشان نكون على بيينة واضحة هذا القرار هذا اليوم اللي يبتخذ القرارات واضح معاي لانهاء خدمة تفعيل المرحلة الثانية والثالثة من الوعد اقصاء ثالثا يستقنى من الخطة الفئات التالية الموظفين غير الكويتيين اللي ام كويتية والله العظيم يا رنة الفارس اني انا ما سويتها من قبل وسانا ارفع لش العقال هذا والله يا رنة الفارس انا ارفع لش العقال انا ارفع لش العقال يا رنة الفارس انا ارفع لش على هذا الكلام اللي كتبتي الموظفين غير الكويتيين معاني لي ام كويتية والموظفين محددين الجنسية المقيمين بيصفة دائما في دولة الكويت بشرق تسجيل ومدل الجهار بركزي اليوم مو لانك تبت فنش هديتوا العالم تروح لي حق واحد من ابناء الكويتيات ما طاطمه ولا غدا قلت انا من قبل وارجع اكرر مرة ثانية الكويتية حقها حق الرجل في البلد امية بالمية ما تروحون حق ابناء الكويتيات ابناء الكوتيات لهم حق يدعمون حال وحال اي ام كويتية هذا ام كويتية هذا واحد اثنين اخواننا واعياننا وحبايبنا البدون هذا القرار واضح شوفه بالقرار بالقرار حطوا القرار مرثاني بالقرار مكتوب يعني مو مو بالكلام بالقرار حطوا القرار احمد وناثانيا بالقرار هي كاتبته وموقع عليه يستثنى من التفنيشات ابناء الكويتيات ومن وبعد و غير محددين الجنسية المقيمين بيصفة دائما بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعارضة وضاع المقيمين بصورة هذا با مستثنى منهم موظفين خدمات سائق وخدمات مناولة شوف هذا القرار لا تكون اليوم على اساس والله احنا قلنا لا انت بعد صالح غير نمونة انت تروح وتبي تكوج وتسوي وكذا ولمان لا حبيبي هذي العيال البلد هذا ام كويتية لا تحرق قلب امه وهي كويتية واخوها قاعد يمها لا حقها مثل ما تعاملت اليوم هذا الكلام لا حاج يزعل منا مثل ما الكويتي يتزوج غير الكويتية وياخذ جنسية يجنسها ويبعيالها ايه هذي نفس العملية هذي لها حق ابناء الكويتية لهم حق وما شاء الله وموجودين ما اقلنا خلك ما اقلت عن موضوع انا قاعد كلم على وظيفة تعليم وظيفة انت استثنيتم في التعليم الان اليوم في الوظيفة وانا والله احييت شران الفارس قسما بالله قسما بالله اشكرت على هذا القرار على قرار الججول الزمني واحد على موضوع استثناء الموظفين غير الكويتين اليوم كويتية وايضا اخواننا والبدون وهذا الكلام الواضح هذا الكلام الموقع امرتب بيان طالع معروف تاريخه مدته متى اصلا حتى حتى ربعنا واخواننا وحبايبنا من المقيمين اللي موجدين في هذه الوزارات هذا حق اليوم يداهم في القطاع الخاص على رأسي بس اليوم في الوزارات لا ابناء البلد ترى والله عندنا يا جماعة لا تزالهم من عندنا عندنا فوق العشرين الف ديوان الخدمة ناطرين ترى اياننا سنة ونص قاعدين ما عندهم مظايف في الوزارات هذا اللي يتح المجال ايضا اليوم هذيره شوف له مجال لما تي تقول له والله ترى تفنيشك بعد ثلاث تتشر خلاص يعرف جدوله يعرف اموره يعرف يابين انتقل يروح شركة ثانية يابين يسوي اموره يابين بالعكس قرار 100% وهذا اللي كنا قاعد نقول له وهذا يدخلني يسحبني الى جهة معينة ابي اتكلم فيها ولازم نركز فيها خاصة نحن ككويتيين بعد الفاصل رجعنا لكم مرة ثانية والله يجي معه نطلع بفاصل شوفه هذا محمد عز هنا بالمكروفون وهو واحمد الغريب بقول المثل لا بتكلم لا بس ماكو وقت باشرة اجلوا محق باشرة اطنا تاول عمرك فضلوا اطنا اليوم اليوم كان اليوم يعني استجوابين كانوا موجودين في مجلس الامة على السبب سنكون ابدأتوا ياكم كان استجواب الاول مقدم من النائب فيصل الكندري لوزير التربية وكان هناك خمس محاور وطبعا اللي عرف الاستجوابات اول ما يعرف انذكره ان الاستجواب عادة لما يقدم طالما ان الوزير قبل انه يصعد على المنصة ما اجل لمدة اسبوعين اذا يعطون ساعة ونص للمستجوب ثم ساعة ونص للوزير يرد عليه ثم نص ساعة نص ساعة وبعدين اذا كان هناك كتاب طرح ثقة او عدم طرح الثقة يعطون المتحدثين كل واحد ربع ساعة ربع ساعة يختلون اثنين 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 اه من اه تم الاستجواب وصار هناك يعني كلام ويمكن الكل تابع في تويتر والاخبار اللي كان اه موجودة وانتهى الاستجواب بهذا الامر شكرا الاخوان والزملاء في اه اه جريدة المجلس وحساب المجلس مشكورين يعطيكم العافية انتهاء استجواب وزير التربية دكتور سعود الحربي بدون ورغة طرح الثقة لعدم حصول المستجوب فيصل الكندري على عشر اه نواب اه نائب فيصل الكندري شكرا لهذا استجواب وهذا حق دستولي يعني ينازعك عليه وايضا اه معاني الوزير الدكتور الحربي اه يعطيك العافية دكتور سعود قواك الله ومبروك تجديد الثقة وانا اجلت موضوع التربية وكنت انتظر الاستجواب طالما ان هناك اعادة الثقة فيك وانت ان شاء الله اهل للثقة راح يكون لنا حديث قادم ان شاء الله في موضوع التربية وموضوع المنصة وانا طلعت واحد مواقع ونقاشات راح نتكلم فيها على موضوع التربية وعلى استعداداتكم لتاريخ واحد عشرين راح اتكلم فيها ولكن انا كنت منتظر الاستجواب يعني قلت انا ما ادريش يسير في هذا الاستجواب فما نقدر نلوم احد طالما ان كان في هذا الامر ولكن الحمد لله رب العالمين طالما ان يعني اعيدت الثقة للدكتور سعود الحربي فاذا من حقنا اليوم نتكلم عن المنصة باشل في الحلقات وما زال الان باقي استجواب الثاني اللي حين الجلسات مستمرة في مجلس الامة استجواب من النائب رياض العتساني لوزير المالية الاستاذ براك الشيتان وقلتنا نفس العملية راح ياخذ لثلاث ساعات بنص ساعة نص ساعة يعني اربع ساعات واذا كان هناك عدد عشر اشخاص لطرح الثقة سوف يقدم طرح الثقة وقبل طرح الثقة راح يتكلمونا اثنين مؤيدين للأستجواب واثنين معارضين للأستجواب يعني جدامكم ست ساعات اعتقدوا مبلشوا يمكن قبل ساعتين او ساعة ونص يعني على الاثنائش يمكن راح تشوفون والاخبار راح تكون موجودة والاخبار الاخوان هنا ايضا عندنا بالاتفي عندهم بهذا الموضوع انا قبل فترة اتكلمت على موضوع اللجان الخيرية وعلى دوركم الفعال والجبار والعمل اللي انتوا قاعد قمون فيه يعطيكم الف 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 عافية انا اليوم ابي اسوي عمل زين وبالمقابل اي ادمر الدنيا هذي اه كلها شلون قلنا لكم لما تيه اليوم شاحنة وتبي توقف هذا الكلام انا قلته اذا تذكرون ايام الجليب واعرضت سبع فيديوهات ايامها واعرضنا تقريبا اخر فيديو كان موضوع الجليب وموضوع دخول شركة المطاحن في الجليب واتكلمنا على موضوع المطوعين ان عادت الكرة مرة ثانية امس في حولي اول امس انا ماذا شفيني رايح على امس انه عندي حلقة اول امس شوفوا الفيديو ثانية شوفوا المنظر شوفوا شوفوا بحيات الله شوفوا يالله غمضو هذا العمل الخير اللي احنا بنسوي بس انا هذا السؤال اللي بوجه لكم هذا العمل الخير اللي احنا بنسوي بهذه الطريقة يعني لو لا تدخوا الرجال الداخلية والقوات الخاصة كان الله يعلم شنو كان ممكن يصير وبعدين وقفوا هذا بس انا اسألكم سؤال يعني اليوم لما انا اطلع جدام العالم واقول لهم يا جماعة لازم تلتزمون كل واحد يحط كمامه ولازم يكون فيه تباعد ونروح ونشوف الوزارات كان يحطون استكارات على الكراسي كرسي هذا يقعدوا هالكرسي ما تقعدوا هالكرسي ديك اليوم حطيت لكم اجتماع مجلس النفط وقلت لكم شوفوا الكراسي شوان حطين على الملزاق ما حدي قاعد عليهم وحطيت لكم ديك اليوم من المستوصف وشون عملية تباعد واحنا قاعد نفهم عياننا وكل يوم قاعد نطلع ونقول يا جماعة لازم يكون فيه تباعد لازم يسير لازم 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 واخر شيء انا ايه حق هذا الفيديو انا ايه بس وقف الصورة بس هاي الصورة يعني لا 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 لو راجع شوية وراي اعتقد الصورة هذي يعني تعبيرها واي جميل بس كافي بس بس وقف وقف شوف شوف المنظر الجميل اللي وراي تكفى شوف والله العظيم مبارات العربية والقاتسية ما صار هذا اللي قاعد نصير عربية والقاتسية عربية والقاتسية ما صار هذا اللي قاعد نشوفونا ليش يا جماعة ليش يعني عشان انت اليوم تبتوزع خير وتبتوزع عكل وتبتسوي عمل خيري اتيت دمر لهذا كله يلا هذا انا باشر والله انا اقول لك شيء باشر لو يدشون وزارة الصحة باشر يدشون هالمكان هذا ويسوون مسحات قسمهم بالله لاصابات مواقلة من الفين انت بروحك تقول مو انا لي اقول انت تقول اليوم تباعد اجتماعي هذا تباعد اجتماعي هاي تباعد اجتماعي جماعة مو طريقة يا اخي انت بتسوي خير هذول العماير معروفين منه اهمة هذول الناس العزاب معروفين منه يا اخي عضوة شتي عضوة شتي يروح اشتري من الجمعية ترى انتوا قاعد باينون كأن البلد ما في شيء البلد في خير وفي نعمة وكل شيء وانتوا قاعد تسوون عمل خير بالمقابل هذا الموضوع ما يصير يا جماعة ما يصير يعني انتوا قاعد تيبون زين هذي الناس لما تيتشوفكم توزعون شونت بيها امر طبيعي هذا مسكين ما يدري شنو بالشاحنة اكل فواكه ما يدري شنو مكان ابيك ركض ويدابش عليك ويطب ويأخذ الاكل يبيفكر بصحته لا ما يبيفكر بصحته المفروض دور منه اللي يفكر بصحته انت دورك انت لما يدخلت هالموضوع ليش من قبل لا توصل الشاحنة ليش ما انا بوريك وجاريت اذا عندنا فيديو من الحرش الوطني اللي كانوا قاعد يوزعون يا ريت انا القاعدة شرحة لكم يا ليش حطوا حواجز ومرتبة وشارع والعالم واقفة ومسافات بينهم بين بعض وكان الله افو الرحيم ان شاء الله يوقف الدور يلف حولي ثلاث مرات اللي يبي يوقف يوقف بس مو هذه الطريقة يعني امر غريب صراحة اللي انا قاعد اشوفه الحين شيء يندى له الجبين صراحة يعني شيء يزعلنا ويضايقنا ان احنا قاعد نشوف هذا المنظر اللي احنا قاعد نشوفه اتمنى ما يتكرم وانا قلت لكم عمل الخير ما يختصر في هذا الامر عمل الخير انك انت اليوم تسوي خير بدون هذا الامر اي شاء الله ابي يعطيك اجازة سيارة ودوسه 180 بحق قال لكم انت انت 180 ما يسير يا اخي انت معطيه شاب صغير بعده اول مرة يسوق بحياته نفس العملية موقف شاحنة وقاعد يقول يا جماعة اللي يبي يأكل خليه اش تبي من العالم انت بي الناس يوقفون يقفون ما يقفون امر طبيعي اطمن اتصالات امو محمد امو محمد امو محمد امو محمد يا هلا مرحبا يعطيك العافية هياك الله يسلمش عتاك القوة ان شاء الله يا بو حيدا هلا هلا هياك الله يخليش امو محمد هلا فيك امو محمد عامريني امو محمد يعطي صوتك يو صليزاك الله خير عتا عمر طويل ان شاء الله على هالبرنامج الحلو صوتك ان شاء الله الواطن الله يحفظش تفضلي امو محمد الله يحفظك ابو حيدر أبي تتوصل هالموضوع الى وزير التربي وزير الصحة او عبدالله السند اي احد منهم ان شاء الله ان يوفرون ابر اللي هي للاطفال مالة السنسر مالة السكر مالة شنو السنسر ايه هذا اللي يفحص الدم ايه ايه وهذا بدال عندنا احنا طفل صغير سبع سنين عمره ياخذ ستة ابر في اليوم سكر لا الى اخل الله ستة ياخذ ستة وهو ضعيف وكل ساعة تشككت دينا مسكين والله يكثر العمر وهالابرة ما احنا لاقينا هالسنسر عشان نفتكمن كل ساعة قازينا ابرة ايه ان شاء الله حاضر موجودة حتى بالصيدليات موجودة محمد لا بالصيدليات ولا بطبحان ولا برابطة السكر ما لقيناها اللي طلعت الروح عطونا وحده دار الشفة وغير يعني فعرها غير بعد غالي ان شاء الله والله حاضر حاضر يا محمد تامن الامر ان شاء الله رغمش عندنا واذا في احد من الاخوان ايضا في وزارة الصحة وعنده خبر وين الموضوع يا ريت تواصل والله هذا رغم الواتساب حرام هذا الولد يعني عمره سبع سنوات والله يعني خلنا نساعده واذا لقينا مكان ولا وين رح نعلم عنه يعني وين حاطينه واذا احد من الاخوان في وزارة الصحة موجود هذا رغم الواتساب يا ريت تشوفوا لنا هذي يسمونها إبرت سنسر ما ادري الظهرية فحصة والظلم ما ادري والله صراحة انا ما اعرف بس يعني الاخوان اللي يعرفونها ولا شي ما شاء الله عندنا واحد من الناس الكويت اللي يشتغلون بالصيدريات اكيد يعرفون هالامور هذي فاذا احد يدري وين يبلغنا او اذا عندنا متوفر ربطة مع امو محمد والله شافي مرضاكم منو بو محمد مساكلة بالخير انا السلام عليكم يا هلح يا هلح يا هلح انا ستصار على الجسر ثمان انا بس شي رقبارة الكسرة وعبت فينا على جسر الجسر كله ثمانية والله العظيم انا دازل تصوير حق الاشغال والاشغال قال او موضوع اصف انا اقول لك والله يا محمد يا خلي اقول لك بس الموضوع ووصلنا عقل اشغال والاشغال قال حق البلدية والبلدية حولوا حق الادارة انا هذا اخر ابديت عندي والله اقسم بالله انا ساعة سابع اقسم بالله المنشو بطبرة زين اقسم بالله وذاني شي نعم اتسبق او المسابق شنو مصابق اي اي لا غزان امسابق ان شاء الله حاضر تامر امر امال نفس الخط اللي قاعد يتكلم عنه حاضر ان شاء الله قبل اخذ ام يوسف واحد دازني واتساب يقول ابو حيدر بسك تلعب بالقلم يا خوي انا لما اتكلم شدي يكون القلم سكر فاقعد اش اسمه اتعبث بالقلم يقول احنا وطرتني يقول قاعد ندمج بالقلم انا اقسم فلا ثانيا حاضر حاضر يا ابو عبدالله تامر منو يا انه ام يوسف ام يوسف ام يوسف فسا شلا بالخير يا هلأ يا شلا بالخير حياش الله ام يوسف الله اي حييك والله ما اسمعش ام يوسف بس حبيت اشتكي على طرفة الشركة شارية منها اكترونيات شركة اكترونيات اي لا تقول اسم الشركة اي تفضل اي 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 اشتكت اكترونيات كبيرة شارية منها في البر من ايام الحضر الكلي ام يوسف 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 بس شوي شوي لانا الصوت مقعوة اشتريتي منها شنو اشتريت من فريزر فريزر اي نعم من تاريخ خمسة ام خمسة شو تحوى مصجج اي اي والله من سنة خمسة ام خمسة ام لحد اليوم مال صلتنا قال اولما راح يوصننها بعد الحضر الكلي قلنا اوكي الحين صالنا نكمل الشهر الحين وما وصل لنا شي نحاول ندقي على خدمة العملاء ام ما يردون علينا ندقي على الشركة ما حديرت دقينا على حماية المستهلك صالي الحين اكثر من يومين ما ردوا علي حماية المستهلك هي بينهم حماية المستهلك اصلا والله يوم يوسف وياش حق عندش الفواتير والاوراق والكينة اللي دابعة فيه صح انا شاريت عن طريق الاونلاين عندي الصورة هذي الفاتورة انا بعد البرنامج اتواصل وياش وانا راح اتقلش على التجارة اشبكش اياهم ابي اسمع هذا الكلام تقول لنا حق التجارة وابيش تقول لهم نفس الكلمة اللي قلتين يا تول حين حماية المستهلك يبينهم حماية المستهلك انا بعد البرنامج اكلمتش جماعة حماية المستهلك والله نمدح فيكم التجارة وربعنا واخواننا ما عادر يا بديك على منو يعني هبة طويل انا شلقتها ويديك عليها مسكينة بديك على هبة طويل بقول لها ايش اكوة يعني التعاملون ما يسينا جماعة احنا منوصل اش اكوة مو معنات انها حالة فردية ما يسينا جماعة حماية المستهلك حطيتوا موقع حطيتوا رغم واتساب ما شاء الله كان شغلكم ام يبني اشتار فيكم ام حمي تستاش الله بالخير السلام عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية اخوي انا والله بتكلم عن حولي حولي اي حولي المشكلة فيه ناف قاعدة تطلع وفيه ناف قاعدة تدخل بس يدخلون زوارات ويطلعون بحر ويردون انزيل شلون انت مريتي من اللكتة وكذا اقول لهم والله رايها عندي امي مريضة والله طالعة بره عندي بروح مستشفى والله عندي ما ادري شنو ووايد ناس قاعدة اشوفهم انا ما اقول عن الداخلية بالعكس انا اقول يعطيهم بس العالم يعني انا ادري انت قاعدة تحرق دمك وتتكلم وتقول وكذا وكذا ان يا ناس يا ناس يا ناس بس للاسف فيه ناس صج صج ما فيه مسئولية وايد وايد يعني قاعدة اشوفهم وفيه ناس شدي صار طلعوا وردوا صار عندهم بالبيت اثنين كورونا والله صاج يا ام محمد وكلامت ش يعني يعني والله يا جماعة اذا اذا سواوا الداخلية نفس ما اول ايام في المهبولة وصكروا ما هيطلة ما هيديش وصكروا الداخلية وقمتوا واتصالات واحنا وش نسوي اذا لا والله الداخلية قالوا يبا خلنا نتعامل بروح القانون ما يخالف فلان عنده فلنثال عنده كذا هذا الامر يعني ما يصير يا جماعة كلامه محمد صح يعني جماعة ما يصير والله عشان مصلحتكم والله العظيم عشان مصلحتكم يا اخوان ارجوكم والله عشان مصلحتكم اقسم بالله عندنا حالات قاعدة عرفهم ترى من ولا شيء والله من ولا شيء من جمعية من عفسة مش عارف ايش كذا شماعة شرلقتوني ترى التليفون الواتساب عندي عندي اللي يتصل يتصل بالارضي الواتساب بس حق الواتساب عدنان مساك هلا بالخير هلا بالحبيب هلا بو حيدر هلا طال امرك كيف الحال طيب الحبيب عندي موضوعين بس موضوع الاولان انت شكرت الوزيرة ما قصرت وزيرة الاشغال عندنا الشارع اللي هو تحت الجسر كيفان بالرايح بالرات انت رايح الفيحة وانت رايح شامية ايه محفر الشارع مولية السيارة ما تمشي يعني تقرقع عندك هذا ما شاله وما سوى ما ادري انيش السالفة ان شاء الله ان طلعت قبل اليومين بس شفته لالحين مهم سوينا نشغال الشارع حاضر ان شاء الله تامر النقطة الثانية اهي رسالة بس مو يعني ملاحظات رسالة حق ربعي اثنين يعزون علي يعني بس اسمع صوتهم هم قاعدين مش شالهات اسلم عليهم اللي هم ابو حامد ابو فيصل ايه والله حبيبي قاعد تابعون برنامج يعني همين يتابعونك نفس مسلسلة اه لا لا هذي ما بتش اسمع الحمدي حبيبي يا عدنان مشكور بعد راسي ما قصرت يا تقر عافية رفع السماعة ادق عليهم بعدين هذير كشخة عندهم شاله زين يا اخوي عدنان الله يوفقهم لا والله اضحك وياكم والله ويا اخوي عدنان ان شاء الله والله نبلغ الاخوان بالاشغال وانا يقول لك صراحة انا دكتور انا ما اعرفها انا عجبني القرار اللي اطلعتها اليوم وانا عشت بدورها من قبل على موضوع الاشغال لان صراحة الشغار بالسرعة اللي قاعد يسوونها بس انا يقول لك شيء انا يعني خليكون واقعي والله مو عشان ايابس انا اتكلم عن الموظفين اللي في الاشغال اللي انا يعني صورتهم وشباب كويتين اللي كانوا موجدين والله العظيم كمية العمل اللي عندهم يا شيء خطير يعني شوف الخامس اليوم وين قبل وين الحين يعني شوف اليوم الجسر مار صباح السالم وين قبل وين يعني وايد شوارع قاعد نشوفها قاعد تغير وان شاء الله راح نبلغهم على جسر كيف ابو عالم بساك الله بالخير بساك الله بالخير بحيدر كيف حالك حبيبي هلا حبيبي هلا والله يعطيك العاشي ان شاء الله بحيدر عندي موضوعين ان شاء الله يعني بس توسع صدرك وياي انا خبر بحيدر في قرار صدر مزارة داخلية بخصوص دفاتر السيارات ان الدفاتر اللي منتهية منتهية اه ما لها فحصيني صح الان في شركات يعني معنا رح تكتل اه مصدر معين لما اختويت دفتر سيارتي انا بنفسي يعني فهالشركات اللي قاعد تصور هالتلفونات نحفري بيو ان احنا اني كل بيت نسوي كل وثيقة والوثيقة هذي كمثة 13 دينار طبعا انت المنتلفة 13 دينار كمثة سعر جينها 13 دينار فيمكن يمكن تدق عليهم فلحت انا الشركات المعتمدة اللي موجودة في البلد وهذا حتر يوم قلت بجدد دفتر سيارتي تمت تزديد قاعدة 11 دينار قلت على ليش اللي يقوي عليهم فليبيو تعالى 13 دينار و 14 دينار قاعدة تعاملهم معاهم هذي شركات غير معتمدة قلتها غير معتمدة اي ليش ما في متابعة عليهم هذي ما عندهم هذين ماخدين بعض الاوراق من بعض المكاتب عندهم عرف فعطوهم لوطائق هذه ولانهم قاعد يطرفون فيها طريقات مخاصة حتى لما تقول للشركة انت اي شركة لا يقول لك انا اي شركة فهي ملاحظة اولى من النقطة هذه كبير ازاك الله خير يا ابو عليه والله بارك الله فيك مللل اللايه بارك الله و اي شنو الموضوع الثاني الموضوع الثاني هو الله سل conjunto يحسب الالما العلمة ان اتحال الجمعيات اه نزلوا و ينزلون كمما مات حلو الجمعيات التعاونية يعني انت اها ا últم سكذل ماíficتل الموضوع هذا على ارها داير الاقص الروس الالكمامات هذه هاذ Dean هنوا وجدها في الجمعيات ولا مجدها تة اموين لا بالجمعيات بالجمعيات ونفس السعر نفسه 4.5 بس طبعا برا فيه ارخص وايد اي مهاها النقطة بس انا بس لا ابو علي خلي يقولك شي يعني شوف اهوة بس عشان اكون اياك واضح وما اظلمان الجمعيات التعاونية اختصر لك الموضوع عشان اخذ مشكور يا ابو علي عليك صالح الاخوان بس والله ما يخلي ما يخلني ارد عليك ابو علي والله هذا احباد الغريب ما يخلني ارد عليك يقول اخذ بو خالد بعدين ارد عليه حاضر بو خالد بساك هلا بالخير شاك الله بالخير يا ابو حيدر هلا بالعم بو خالد عساك على القوة هلا طال عمرك حبيبي ابو حيدر ابي دقيقتين او اغل بس في عجالة يلا تفضل يطول لعمرك اول شي قناة العدالة يعني يكفنها سحبة البساط من تحت القنوات الاخرى لا كلهم خير وهذه الجدارة لا لا هذه احنا ما نمتح احنا نقول الواقع ونشكر احمد الفضلي الامانة اللي ادارها صح اثنين يا ابو حيدر سجل عندك الرغم هذا اي اي امية وثمانية وخمسين ناقص واحد وعشرين امية وثمانية وخمسين اي ناقص واحد وعشرين ازين كم الناتج عندك ما ادري ما عندي على حاصل ايقل لي لانا ما عندي وقت ازين امية وسبعة ثلاثين امية وسبعة ثلاثين امية وسبعة ثلاثين الف يعني شوف التصريح اللي هو طلال معرف فيه على المخالفين امية وثمانية وخمسين نعم كنا منهم الواحد وعشرين اللي سلموا نفسهم. صح. الان احنا نتكلم على امية و سبعة و ثلاثين الف. نعم. وينهم? ليش الداخلية اثناء الحضر الكل ما استقلتها في اه دخول الجليب المهبولة اماكن العزاب. صح. على سبيل المثال تمساح التجمع اللي حطيتها مال حوالي هذا. نعم. تدري لانهم عاملين تطويق ثلاث ارباعهم اذا مو كلهم هذان مخالفين. الله كلامك صحيح ابو خالد. صحيح ابو حيتر. ايه. انزيد. الان الامية و سبعة و ثلاثين. لماذا بتخلونهم? نتمنى من العامين توحيد الكنديري يطلع. ان شاء الله. يوضح ما هي الآلية حاجة هذا. نوصل للمساج وان شاء الله الاخوان بالداخلية ما يقصروا. مشكلة يا ابو خالد. قبل لا اختم عندي بس يعني صورة ذي تحطي اياها احمد. اه بو علي. اتحاد الجمعيات قالوا على موضوع الكمامات. في بعض عندهم باربع ونص وفي بعض الجمعيات ما خذت من عندهم خذت منهم اقل من اه هذا الموضوع. قبل لا اه اختم اقدم التعازي و اه بوفاة اه النائب والوزير السابق العم حبيب اه جوهر حيات اه رحمة الله عليه وكل التعازي لعائلة اه جوهر حيات رحمة الله عليك يا العم اه احد اقطاب اه دولة الكويت رجالات دولة الكويت كان نائب سابق وزير اه سابق ووزير ساهم بالكثير من اه الامور الله ارحمه ومثواه الجنة وكل اه التعازي لعائلة جوهر حيات واعتمنى من كل اه المشاهدين انه يدعو الله بالرحمة والمغفرة اشوفكم باتشر في مالله. اشتركوا في القناة